الله أكبر قصفت قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة مناطق عدة في محيط مدينة حلب في شمال سوريا إحداها حي الحيدرية الواقع في شمال شرق المدينة وقد قتل 35 عنصرا من قوات النظام والفصائل المقاتلة في 24 ساعة من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في ريف حلب الجنوبي في شمال سوريا وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد المروح اليوم من الصباح اليوم نفس أكثر من 30 برميل هذه الهدنة التي تسمعون فيها أنه مرحل يستهدفون مدنيين كلها مدنيين لا في مسلحين ولا في داعش ولا في حد ميائيا كلها أطفال صغار كلها نساء شيوخ ما في جنس العسكري ما في عساكر هون أبدا كلها مدنيين وشنت قوات النظام هجوما واسعا في ريف حلب الجنوبي في 21 أكتوبر وتمكنت من التقدم والسيطرة على قرى وبلدات بدعم جوي من موسكو التي باشرت حملة جوية مساندة لدمشق في 30 أيلول سبتمبر ويسري في سوريا منذ 27 من شباط فبراير وقف للأعمال القتالية في مناطق عدة بمجب اتفاق روسي أمريكي تدعمه الأمم المتحدة ويستثني لاتفاق مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصر ترجمة نانسي قنقر